عايز اتكلم عن تجربة مروان حامد في التعامل مع نجمين كبار نجوم شباكي كان في توليفة ما بينهم وحالة من الانسجام واعتقد ان دي ظهرت ده صح ومروان حامد من بدايته من بدايته في امارة يعقوبيان وهو مستمر في اعمال فنية تقيلة وعايشة لحد الوقت ما ينام نتكلم عن الاعمال اللي بتعيشه ده صح مروان فاهم الجمهور يعني مفتاحه لما تقول لي ايه مفتاح مروان فاهم سلمك كويس قوي متعلم متربي كويس متربي لانه طبعا من بيت وحيت حامد كويس فلازم يكون متربي متربي كويس سينما ايا عينه جميلة وتربة كمان في الستوديوهات اشتغل مع اهم المخرجين زي شريفو عرفها سامير سيف وغيره كويس متربي حلو قارق جيد وفاهم الجمهور وموهوب يعني يعني في الاخر هو موهبة ربنا اداله موهبة الصورة والاحساس فا ويروحن دايما عنده مروحنة مهمة قوي انه هو مفكر في بكرة ولا يكرر النجاح حتى لما يعني فيه القذرة تعمل له جزء تاني وبيقال حيعمل له جزء تالت بس بس في الجزء التاني هتلاقي مثلا بيتكلم عن سينما الرعب يعني بدأ يقترب من عالة نادرا السينما المصرية ما تروح لها اللي هو افلام الرعب وده نوع معترب به في العالم وممكن من خلاله تقدم افكارك يعني ما هواش كلمة رعب دي معناها انه بس تخوف الناس وتعلقك فكل شوية مروان لما قرر لما اختار كيرة والجن انه يحيلوا اللي هو الرواية اللي هي 19-19 بتاعت مراد تاعت احمد مراد فقرر انه مش هول تعاومة بينهم برضه هم فيه بينهم كيميائية يعني الحقيقة دي كيميائية بين الكاتب والمخرج وكمان فريق العمل هتلاقي بيكرر مدير التصوير ووضع الشيخ التصويرين في حالة يعني ايه كيميائية مروان بيحبها وتبقى على الشاشة واضحة وزي ما حتك قلت انه هو ذاكي كمان في التعامل لان فيلم كيرة والجن كان فيه تفاصيل كتير قوي لازم يهتم بيه لانه راجع راجع مئة سنة فكان فيه تفاصيل كتيرة جدا كان لازم يهتم بص الزمن يكشف المخرج الزمن مش مجرد انك انت لبس ولا ديكور لا الزمن في تفاصيل اعلى بكتير من ده الحوار طريقة الاداء لما تلاقي فيه سراع طريقة تمسك المسدس غير زمان غير دلوقتي بترجع لأيام زمان نوع المسدس نفسه مختلف وكل حاجة مختلف كل التفاصيل الحقيقة عشان كده كمان فيه مثلا من ابطال الفيلم ناهة ناصر الله اللي هي الأزياء واخد بالك نوع طبعا كل التحية ليه اه يعني عايز اقول انك انت كل التفاصيل عندك لما بيحط رجمين كبار زي كريم وعز طبعا انا يعني لما بيسأله دايما نقول مفيش بنا غيرة مفيش لا طبعا لازم يكون في غيرة منافسة طبعا ولازمة في غيرة بس غيرة حميدة يعني غيرة جميلة مطلوبة كويس وفي نفس الوقت كل منهما يعني دايما اقولك احنا ما قلناش شروط ولا كلمنا عن الاسماء ولا الاجر ولا بتاع اوكي بس كل منهما خد بالزبط ما يستحق وفيه توازي في الدرابة وانا بحييهم لسبب ان فيه مشروعات كتيرة عبر الزمن كانت ممكن تجمع العمالقة الكبار اللي احنا يعني بنفتخر بيهم ومع الاسف ما قدرواش اكتمعوا لازمام متعلقة مين اسم مين الاول طيب انا هغني المين زي مكلسوم وعبدالوهاب صحيح مفيش فيلم مشترك بينهم مع انه كان ممكن يبقى فيه تتخيل انت فيلم غنائي مشترك بطولة عبدالوهاب ومكلسوم ده تحرمنا ميلا اشتركوا في القناة